الأهم لأن البعض كده لما بيبقى الأهل كسبان وعمل نتيجة كبيرة بيبدأ كده يطلع لك بقى بعض القطب الدراسية عشان يدينا بقى ايه بعض الدروس وكلام طبعاً باش منطق ولا مفهوم بس نعدي كل الكلام ده ونروح بقى للكلام المهم مبارح بيت سموسيماني لعب 4-2-3-1 لعب 4-3-3 ختم بـ 3-4-3 إجمالاً كسب البعض اللي بيحاول يتكلم على طرق اللعب والتحليل والتشكيل الرجل مبارح كان بينوع كان بيشكل بيبدأ بدون عمر السلية في وسط الملعب تحس كده مبارح هو كان بيدي درس في فنيات الكورة لبعض الناس اللي بتطلع تتكلم في التحليل أو بتتكلم في طرق اللعب والراجل عامل نتائج مميزة جداً مبارح لما بدأش بالسلية الناس كانت قال أنا إزاي ما تبدأش بالسلية ومع ذلك بصوا على السلية وهو نازل مبتسم في رضا في قناعة منه برأي المدير الفني والسلية هو نازل بيدي تعليمات لللعيبة يعني هو بيستعد للتغيير بيدي تعليمات لللعيبة ده معنى إيه؟ معنى أن فيه يد كوتش موجود على الدكة بيشتغل صح محضر لعبته كويس وكمان محضر لعبته إيه؟ ده لعب يوم السبت مع المريخ إدى إجازة لحد يوم الاتنين دخل مواسقر لعب التلات في حد بيحصل كده معه في الدور العام؟ مفيش على فكرة الآلي لعب تسع مطشاط في أقل من شهر كل الفرق بلا استثناء حتى اللي بيلعبه في أفريقيا يكبرهم لعب بست مطشاط ومع ذلك الآلي كسب بيكسب بقى بالتلاتة وبالالاربعة وبالخمسة يمكن الجمهورين بارح حتى لما شاف النتيجة قال لك فوزنا على الزمالك بخمسة فوزنا على الإسماعيلي باربعة فوزنا على بيرامدزي بتلاتة لا ده كده الكرف بيمزل يعني حتى شوف إحساس الجمهور بالمكسب وصل لمرحلة الانتعاشة لعيشها جمهوري الأهلي في الفترة الحالية رغم من البعض قدر الإمكان بيحاول يصدر صورة سلبية على أي نتيجة بتحصل معها فريق الأهلي إنه ما فيش فريق في العالم بيكسب كل المطشاط أو حتى ممكن يكسب بأريحية في كل المباريات